اهلا بكم بداية استقبل رئيس والجمهورية سيد عبد المجيد تبون أمس رؤساء الوفود المشاركة في الدورة الحادية عشرة للاجتماع الوزاري للجنة العشر للاتحاد الافريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي اللقاء حضره وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام وعقب هذا الاستقبال كذا وزير وشؤون الخارجية والتعاون لجمهورية السيراليون السيد تيموثي موسى كب على ضرورة الخروج بموقف إفريقي موحد حول إصلاح مجلس الأمن من أجل إسمع صوت إفريقيا في هذه الهيئة الأممية بالنيابة عن فخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادابيو رئيس جمهورية سيراليون ورؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي المكلفين بمسؤولية حجد الدعم للخروج بموقف إفريقي موحد أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون ومعالي وزيري الخارجية الجزائري وحكومتي وشعب هذا البلد العظيم على استضافتنا اليوم في الجزائر إن هذا الاجتماع الوزاري الحادي عشر حول إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو نتيجة القمة التشاورية التي عقدت في أويالا العام الماضي إنها مؤشر والتزام قوي من أعضاء هذه اللجنة بمواصلة المسؤولية التي كلفتهم بها اللجنة الإفريقية نيابة عن القارة الإفريقية لتقويم الظلم التاريخي الواقع على إفريقيا بسبب استبعادها من عضوية دائمة في مجلس الأمن وتمثيلها الناقص في الفئة العضوية غير الدائمة في المجلس نحن جميعا واعون بأن إفريقيا اليوم تتأثر بالعديد من النزاعات في العالم في الهيئة العالمية للسلام والأمن لدينا صوت صامت للغاية نحن الآن نطالب بتصحيح هذا الظلم التاريخي لكي تتحصل إفريقيا على تمثيلها في المجلس يجب أن يعكس مجلس الأمن الحقائق الجيوسياسية الحالية على مختلف المستويات لقد تم عرقلة النقاش حول توسيع ودمقراطة مجلس الأمن ليكون عادلا وفعالا ولكن حان الوقت لأعضاء المجلس للنظر في هذا الإصلاح الآن لأن إفريقيا موجودة هنا هذا هو قرن إفريقيا ويجب أن تسمع الأصوات الإفريقية في المجلس أود أن أشكر حكومة الجزائر وشعبها مرة أخرى وأعضاء لجنة العشر وخاصة وزراء الخارجية لهذه الدول ورؤساء الوفود الحاضرين هنا اليوم في الجزائر لمناقشة والاستماع إلى خبرائنا ورفع توسيات للمرافعة لصالح هذا الطلب المشروع القاضي بإصلاح مجلس الأمن مع الأخذ بعين الاعتبار الموقف الإفريقي الموحد كما نصت عليه اتفاقيات إزولويني وإعلان سيرت رئيس جمهوريا استقبل أمس أيضا عميدة مسجد باريس الدكتور شمس الدين حفيز تحسبا للانتخابات الرئاسية يوم السابع سبتمبر المقبل تتواصل بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية سحب استمارات اكتتاب التوقعات الفردية وسط تدابير تنظيمية محكمة لضمن سير الحسن للعملية هذا وتتضمن استمارات اكتتاب التوقعات رقما تعريفيا أو تسلسليا خاصا بكل راغب في الترشح لا يمكن استعماله من قبل مترشح آخر وهو الجديد الذي يميز هذه العملية التي تسهر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على انجحها وفق أمس مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بتأييد 14 صوتا وامتناع صوت واحد وذلك في الجلسة التي خصصت لمناقشة الوضع في فلسطين وفي كلمته أكد الممثل دائم للجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع على أن الجزائر ملتزمة بمساهمتها إلى جانب المجموعة الدولية في إعادة إعمار قطاع غزة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطين في ضوء مستوى الدمار غير المسبوق في غزة والذي يقتضي عقودا لتصحيحه فإن المجموعة الدولية من خلال هذا القرار تعيد التأكيد على التزامها تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه عدد أمار قطاع غزة وفي ضوء تضامن الجزائر مع الشعب الفلسطيني فإن بلد ستبذل جهدها وتقوم بنصيبها وتسهم في جهد عادة الأمار الدولية فالالتزام القوي للمجموعات الدولية سيجعل الدولة الفلسطينية واقعا عما قريب وللنساء والأطفال الفلسطينيين فإننا نعيد التأكيد على التزام الجزائر بالمسائلة المسؤولون عن قتل الفلسطينيين سيواجه العدالة وفي السياق رحبت رئاسة الفلسطينية اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار دعية الجميع إلى تحمل مسؤوليتهم لتنفيذه ومشيرة إلى أنه ينسجم مع مطالبها بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني وانسح بقوات الاحتلال من كامل القطاع وإدخال المساعدات ومنع التهجير ميدانيا ارتقى فجر اليوم ثمانية شهداء جلهم من الأطفال وأصيب أخرون في قصف على منزل بحي الدرج وسط مدينة غزة كما استشهد ثمانية فلسطينيين جراء استهداف منزلين أحدهما بمحيط المستشفى الأوروبي جنوبي شرقي مدينة خان يونس والآخر يقع ببلدة الفخاري شرقي المدينة وهذا في الوقت الذي اعترف فيه الاحتلال الصهيوني بمصرع أربعة من جنوده في تفجير منزل مفخخ بمخيم الشابورة في رفح من جهة أخرى أستشهد أربعة فلسطينيين في اشتباك مع قوات الاحتلال بكفر نعمة غرب رامالله شمالي الضفة الغربية اختموا هذا الموعد لإخبار مشاهدنا العودة الآن لبرمج هذا الصباح والزميلة رتيبة إليك رتيبة شكرا